بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله قبل ما تشوف الفيديو متنساش تبعث الفيديو لكل صحابك وتعمل لايك واشتراك في القناة على قناتنا محمد ماهر بنقدم الشرح والحل والمراجعة مجانا من غير ولا جنيه بنبزل مجهود جبار يا جماعة و بنحل أكتر من كتاب و بنشرح بأبسط وأفضل شرح ممكن تشوفه على نت لو تعرف حد في أولى أو تانية أو تلتة سنوي أو أولى أو تانية أو تلتة عدادي لازم تبعث له القناة كما ستساعد أنه يتفوق إلى اللغة العربية ويتقنها ويتساعدك من نصلهم لج мы๋ my password صلى الله عليه الصلاة و السلام بالسم الله والحمد لله والسلام والسلامimer على رسول الله الحمد لله الذي يعلم بالقلم وعلم الإنسان لم يعلم و Anal vi. و السلام على خير المعلم alleviate Please call the Ill Mandy نهااللومى يوضع مع بعض نموذج الآخر من نموذج الامتحاني العامة extremely high دفعتنا الجميلة عشرين اربعة وعشرين طبعا الترم ايه الترم الاول هنا جملة بتاعتنا كل مرة لو انت جديد في القناة متنساش تعمل اشتراك وتعمل لايك لو انت قديم في القناة هتروح فين يعني خليك مشترك واعمل لايك عشان نقدر ان نكامل عرض المحتوى الهدف مجانة لكل الطلاب ونصلى عسول الله عليه الصلاة والسلام اقرأ ثم اجب يدافع المدخنون دائما عن حقهم في ممارسة عادتهم المؤزية مادام ولا يدخنون في حضور الاخرين يعني دائما المدخنين بيقولك عادي انا دخن لما فيش حد موجود معي لكنهم يجب ان يدركوا انهم يتسببون في اذى اقرأ باحبائهم لهم اطفالهم يعني على نحو اخطر بكثير لو انت بتدخن فانت تأذي عيالك فستنشاق دخان السجائر السلبي يجهز الاطفال جسديا لكي يتحولوا للمدمني تدخين في المستقبل يعني التدخين بتاعك ده بيؤدي ان الاطفال نفسها في المستقبل تقام مدخنا بيقولك ويملك العلماء ادلة متزايدة على ضرر التدخين السلبي بل ان مشاهدة الاباء والاجداد يدخنون ده بيخل الاطفال جماع يتحولوا الى مدخنين والاخطر يتضح بعد اكتشفات يعني وتعتبر دليل قاطع على الخطر الكبير للتدخين ولاش هملت الدراسة 191 طفل من الجنسين وفي اجتماعهم الاول كان متوسط اعمارهم من اثنين لتسعة سنين قام الباحثون بزيارة بيت كل طفل على حدة وسألوا عن عدد المدخنين في المنزل وكم سجارة يدخنون بالاضافة الى اسئلة كثيرة حول وضع القصة الاجتماعي زي الدخل السنوي فلوس يعني مستوى التعليم وقاموا ايضا بقياس قدرة رئات للاطفال الرئة بتاعت الطفل يعني واخذوا عينة من اللعاب لقياس مستوى الكوتينين ليه مادة جماعة تنتج عن تتحلل النيكوتين في الجسم النيكوتين ما يخرج الجسم يتحلل ينتج عن الكوتينين بعد عدة سنوات عندما كان متوسط اعمارهم بقى 12 سنة لقوا ان 44% منهم بدأوا تدخين اصل ومعظمهم قد تجاوزوا مرحات الحلم يعني معظمهم بقى بالغ خلاص وهي ظاهرة مرتبطة بقوة باستنشاق النيكوتين وعندما ربط العلماء بين المستويات دي والمرتغيرات الاخرى زي داخل الاسرة والبنية الجسدية عدد السجاير اللي بتدخن في البيت وجدوا ان هناك عاملا واحدا تطابق مع نسبة المراقي ايه هو يا جماعة هو نسبة الكوتينين الذي وجد فيه لعابهم عندما كانوا اطفالا يعني من الاخر كده الكوتينين ده لو تحول بسبب النيكوتين هو ده اللي خليهم يدخنوا بعد كده وهذا يعني انه كلما زادت كمية النيكوتين نتمتصار طفل من التدخين السلبي عندما كان في التاسعة زاد احتمال تحويله المدخن في فترة المراق من خلفها ما كلمعانا الالفاظ في موقعها مضاد كلمة تحلل في الفقرة الثانية هو قال لك ان الكوتينين نمي يتحول ايه او نيكوتين يتحول بعد كده يتحول الكوتينين فكلمة تحلل معاناها تمدد طبعا غدا تمدد معاناها مبسطة تجدد معاناها انه يتجدد وهو مش يتجدد ولا يستمجر هي الجابة الصحة انه يندمج يتحلل في الشيء معانا انه يندمج فيه بيخش في بعض فبيتكون مادة جديدة استنى بخير فهمك المقال السابق اكبر خطر للتدخين السلبي طبعا هو باين جدا يا جماعا الاطفال هيدخن وقالك 44% من العيال اللي شافوا بقاهم يدخنوا او شاموا لها التدخين هم مصغيرين يعني كتير بقوا مدخنين بعد كده فالجابة الصحة تبقى ايه تبقى جيمة تسابه في ازاء الاطفال واعدادهم ليكونوا مدخني المستقبل عشان يكونوا مدخنين في المستقبل السبب الاقوى لازي حاول الاطفال محل الدراسة للمدخنين ايه اللي حاول الاطفال لجمال مدخنين؟ انه متوسط اعمارهم من 2-9 سنين لا مش ذلك اللي خليهم يدخنوا وعضع الاسر الاجتماعي الفلوس يعني؟ لا الفلوس مناش رقوة من موضوع عدم قدرة قدل الاطفال تتنشق الاكسجين يعني الاطفال مش عاوين يستنشق الاكسجين طبعا غلط كانوا ماتوا من زمان رجابة الصحة تبقى ايه تبقى دال ارتفاع نسبة الكوتينين لزيادة تكمية النيكوتين الممتصة في الصغر كل مال يعد من قدرة التدخين ورد في المقاوى المعادة واحد من دول مش علاقة اصلا بقدرة التدخين يؤثر وضع المدن للأسر دمر جهاز المناعة يؤثر صحة بدنية النفسية دمر اطفالهم واقرب الناس اليهم طبعا كل ذلك تذكر انه يدمر الوضع المادي في الوسياني والصحة البدنية والنفسية ويتدمر عيالك لكنه يدمر جهاز المناعة على هذا المنخن وما تكلمش خاصة عن جهاز المناعة نموذج يعتمد الكاتب في ترتيب الفقرتين الاولى والتانية الظاهرة وتفسيرها هو الظاهرة وتفسيرها دي لما يقولك مثلا ان نسبة العيال المتشرة قوي يا جماعة اللي بيدخنوا فيفصل لك ده لكنه ما قالش كده هو عمل ليه جماعة وقالك فيه رأي او فيه نظرية بتقول ان التدخين ده بيخلي عيالك يدخنوا طب ايه الدليل على كده قالك عملنا دراسة وفي الاخر جيبنا عياله واخدنا منها يعني ان 44 مينة منهم بيدخنوا فده اسمه ايه ده اسمه الرأي والدليل بقول رأي فوق وتحت بجيب دليل عليها وبجيب نظرية علمية عليها انما الزعم والتفنيد ده معناها ايه الزعم والتفنيد معناها مثلا انا اقولك الاسلام انتشر بحد السيف فاتيج انت تقول لي لا واحد اتنين تلاتة اربعة غلط يعني ده اسمه زعم وتفنيد انا بزعم حاجة او بقول حاجة بهب دياني فانت بتفنت كلامي او بتعمل ضحض الكلام يعني بتثبت انه غلط اجمال وتفصيل طبعا ده ما كانش موجود خالص بالفاقة الثالثة وجدت دراسة او وجدت دراسة او وجدت دراسة انا 45 مهم الاطفال اصبحوا مدنين وهذه النسبة تعد ايه طبعا دي نسبة كبيرة جدا ايجابة السطر والف نسبة كبيرة تدعو على القلق وتدق ناقوس الخطر ناقوس الخطر اللي هو جرس الانذار يعني warning alarm يقرأ ثم اجب من العجز ان يزالي المرء نفسه فلا يقيم لها وزنا يعني العجز ان الواحد يشوف نفسه ولا حاجة وعندي يعني بالنسبة للكاتب يعني ان من يخطئ في تقدير قيمته مستعليا خير ممن يخطئ في تقديرها متدنين يعني الواحد اللي بيشوف نفسه كبير اوي يعني احسن من الشخص حتى يشوف نفسه قليل أول حاجة فان الرجل اذا صغرت نفسه في عين نفسه يقبع لها من احواليها واطوالي ايلاَ ما يشاكل منزلتها عينده ايه معنى تكلم؟ يعني بقولك الانسان لما يشوف نفسه قليل فساعتها مش هيختار حاجة غير الحاجة اللي بتشاكل منزلته يعني الحاجة اللي بتشبه منزلته يعني سيختار كل شيء قليلا فعتوا به صغيرا في علمه صغيرا في أدبه صغيرا في مرؤته وهمته وصغيرا في جميع شؤونه وأعماله فإن عظمت نفسه وعظمت بجانبها كل ما كان صغيرا في جانبنفسي الصغير دائما يقول كثيرة بما يخطئ الناس في التفليق بين التواضع و الصغر النفس الناس القول جدا كثيرًا قولًا بين التواضع وبين صغر النفس وبين الكبر وبين علوه الهمة فهasingة فيحسبته فيحسبونا المتزلل المتملق الدنيء متواضعا يحسن شخص الزليل ده متواضع ويسمون الرجل إذا ترفع بنفسه على الدناية وعرف حقيقة منزلته المجتمع متكبلا يعني واحد من دول يشوف ما كانت نفسه ويعرف إمته يقول عليه متكبر وما التواضع إلا الأدب ولا الكبر إلا سوق الأدب يعني هو لخص الدنيا قالك التواضع ده مشيء من الأدب والكبر دي قلة أدب فإن بلغ الزل بالرجل يزيل فضل أن ينكس رأسه للكبراء وأن يتبذل يتبذل مخاطط السوقة والغوغاء بلا ضرورة ولا سبب فعلم أنه صغير النفس يعني ما تلاقي واحد عمل يطاطي كده للكبار وعمل كده يعني من الأخ كده بيوط ليهم يعني وكينه هيسجد لهم كده له يعني خايف من الناس الكبيرة فعرف صحيح أنه هو صغير النفس ساقط الهمة لا متواضع ولا متأدب إن علو الهمة إذا لم يخالطه كبر يزري به كان أحسن زريعة يتزرع به الإنسان إلى النبوغ في هذه الحياة يعني دي أحسن حاجة تنبغ به في الحياة وإن من كانت همته عالية ونفسه عزيزة ينظر في تاريخ عظماء الرجال نظرا يبعث في قلبه الهمة يعني الشخص عنده همة عالية دايما بيبص في السير برعة الرجال يعني يقول لك شوف فلان عمل إيه وشوف فلان عمل إيه رغبة في إحراز مكانتهم أو على الأقل التشبه بهم عشان يبقى زيهم أو على الأقل يتشبه بهم أما دنيء النفس فإن نظره إلى عظماء الرجال يبعث في قلبه الرهبة والهيبة الشخص الدنيء لما يبص على الناس الكبيرة يعني يحس أنه ضئيل هسنا هو الأول حاجة فتتضاءل نفسه تتصاغر ويتملكه اليأس ويقول في نفسه سيدها يقولي من لي بسل من أصعد إليه إلى السماء حتى أصل على قبة الفلكي أو الفلكي فأجالس فيها عظماء الرجال يعني بول إزاي أطلع للسماء عشان يوصل للنجوم للناس عايشة فيها يعني من آخر كده شايف نفسه أنه عمره ما هيوصل كيمة يشاكل معناها إيه؟ كيمة يشاكل كلمة المهمة معناها يشابه أو يحاكي أو يماثل كل الكلام ده صح فالإجابة الصحية وشابه يقول الشعر وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم إيه معنى الكلام ده يا جماعة؟ يعني معناها من آخر كده الإنسان لما نفسه تبقى عظيمة يعني ساعتها هيعظم كل حاجة صغيرة ألف يقول فإن عظمت نفسه أعظم بجانبها كل مكانة صغيرة طبعا دي الإجابة الصحية جملة ما التوضع إلا الأدب ولا الكبر إلا سوء الأدب ده يعدي زعم ولا حقيقة ولا رأي ولا ادعاء أول حاجة إيرا الجملة يقول لك التوضع ده شيء من الأدب يعني توضع ده حاجة مؤدبة والكبر ده إلا الأدب هي بالمنطقة ده صح ولا غلط أيها طبعا صح التوضع ده حاجة أدبية يعني حاجة من الأدب والكبر اللي واحد يتكبر عن الناس ده طبعا ده إلا الأدب فده بنسميه حقيقة حاجة الناس كلها مجمعة عليها نفعش عد يخالف الكلام ده الزعم اللي واحد بيزعم حاجة يعني بيهبد من آخر رأي واحد بيقول رأيه لكنه مش رأيه ده حقيقة إنثبتة ناس كلها عرفاها الدعاء إن واحد بيدعي حاجة بتسوي الداء الزعم برد يعني واحد بيزعم حاجة يرى الكاتب أنا النبوغة يتحقق بإيه طبعا ده صور مباشر اللي جاء بالصحة ألف علوه الهمة دون كبر هو قال لك علوه الهمة هو اللي بيخليك تحقق النبوغة أحسن زريعة تحقق بين النبوغة علاقة قوله ينظر في تاريخ عظماء الرجال نظرا يبعثه في قلبه ده تفصيل ولا نتيجة ولا توضيح ولا تعديل هو قال لك الشخص لو عنده هم عالية فهو هينظر في تاريخ عظماء الرجال يبا طبعا ده نتيجة لما قبله ده جواب الشرط وزي ما دفعنا جواب الشرط على طول بيكون نتيجة لما قبل من قصة أبو الفوارس عن ترى بول صدقة أمي أو صدقتها إنها أمي بول صدقتها سوري صدقتها إنها أمي التي قذفت بي إلى هذه الحياة ابو الأم هي السبب هي اللي لمتني في الحياة دي إنها هي التي جاءت بي إلى هذه الحياة لأرعى إبلا شداد إني جابتني لشدام لشداد و أقضي نهاري و ليلي في فيافي أرض الشربة يعني ايه معنا هذا الكلام ده الشربة بيني كل ما غريب أول مهم يعني أم هي السبب هي اللي لمتني للحياة دي عشان قاعد هنا و قضي الليل والنهار أخدم الناس في الصحراء استندج الشعور المسطرة على الطرق طبعا هو هنا كنكره أمه عشان بقول هي اللي لمتني للحياة دي أو هي قذفت بيها للحياة دي فطبعا هنا مش نختلط الحب والتقدير هو مكانش بيحبها هنا خطس ولا فخور ولا بيشكرها طبعا ده هو كره خطس فالإجابة الصحة بقى الضيق والضجر قال عامر بن الأهتم ده شاعر مخضرم أسلم وكان فصيحا بريغا شاعر مشهور كان من الصحابة بيقول زريني فإن البخلى يا أم هيثمي لصالح أخلاق الرجال يسلوك يعني بولي يا أم هيثم سبيني ليه عشان البخلى دايما بيسرق أخلاق الرجال يعني البخلى جماعة أوحش حاجة تقوم بجودة في الراجل لو الراجل بخيل يعني أي حد يسيبه مش مرته بس وإني كريم وينزو عيالي تهمني نوائب ويغشى رزقها وحقوق إيه معنى الكلام ده بولي وإني كريم زو عيالي يعني كريم وعندي عيال تهمني نوائب ويغشى رزقها وحقوقها يعني قصدي بتشغلني جدا النوائب النوائب عن المصائب أيها علاقة ده بالكرم هم العرب أيام زماني كان عندهم اعتقاد أو يعني هو ده الصحة أصلا أن أنت دايما بتدفع المصائب بإيه بكرمك بالصدقة بتاعتك مثلا زي سيدنا وبقر كان بقول لي كان بقول مصارع السوق صناء المعروف تقي مصارع السوق يعني بتعمل خير ده بيدفع عنك المصائب اللي جالك في طريقك بعدها بقول ومستنبحين بعد الهدوء دعوته وقد حان من نجم الشتاء خفوقه إيه معنى الكلام ده يعني بقول أنا بادعو الناس أنهم يجي يأكلوا في بيتي يعني وكل كريم يتطقي الزم بالقرة وللخير بين الصالحين طريق كل كريم يتطقي الزم بالقرة يعني كل كريم يا جماعة بيتطقي أنه يتشتم أو يتزم يعني بالكرم القرة ده هو الكرم والأكل في الآخر بقول لعمرك قلنا بكده جماعة عمرك معناها وحياتك هنا بيحلف يعني بقول وحياتك ما ضاقت بلادهم بأهلها ولكن أخلاق الرجالي تضيق طبعا بيت ده مشهور قوي من عيون الشعر العربي بيقول البلاد عمرها ما دقت على أهلها لكن الناس هي اللي بتضيق على نفسها ومارضة كمة الصاروق في البيت الأول بينا جدا الصاروق يعني بالآخر كده هيجي من السرق لكن أنا مش قالك أنه بيسرق يعني ما قالكش مثلا أن البخل بيسرق أخلاق الرجال لا هو مش بيسرق هو قصده يعني بيضيع أخلاق الرجال يعني بيفرتكها يا جماعي يعني كأنه إيه بيصف في لسرق أخلاق الرجال فطبعا مجهد بعيدة خالص مش هنختارها مناقض برضو بعيدة وسارق هو مش قصده لمعنى الحرف في سارق هو قصده المراد منها يعني مضيع ومنتقص بيضيع 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 الأخلاق ما لا أقول لك يبعد الإنسان نفسه عن مواطن الزم إزاي الإنسان يبعد نفسه عن مواطن الزم هو قال لك بشكل مباشر بالجود والكرم بالقرة اللي هو يعني الكرم فالإجابة بساطة عباس للقرة والجود بالمال ورحابات الصدر نوع الأسلوب في البيت الأخير هو وسيلته وقال لعمرك ما ضاقت بلادهم بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق قلنا بكده لعمرك ده معناه قسم فقسم يعني أسلوب توكيد فماش نختار التفات ولا قصر ولا إطناب اللي جابة الصحة تبقى توكيد طبعا نوعه قسم نوع الصدر بينها في قول الشعر البخل لصالح أخلاق الرجالي سروق بيقول أن البخل ده سروق فين صعونا البخل بإنسان يسرق فين الإنسان عمه محمد حزفنا لكن سرنا صفة من صفاته اللي هي السرقة فده اسمه يا اسمه الاستعارة الماكنية وأنا ميت مرة الاستعارة الماكنية بيكون فيه مشبه ومشبه به المشبه به بنحزفه لكن بنسيه صفة من صفاته فالإجابة الصحة باستعارة الماكنية وسيج من التشخيص علاقة بن شطري البيت الأخير وقال لك في بيت الأخير لعمره كما ضاقت بلادهم بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق يعني عمر البلاد أبدا ما تبقى ديئة لكن أخلاق الرجال هي التي تبقى ديئة فين أقول لك مش ده اللي ديئة لا ده هو ده اللي ديئة فين الجملتين عكس بعض ده اسمه يا اسمه تضاد فالإجابة الصلاة تبقى تضاد ليه مقابلة يعني قال أعربي يعيز أخا له ويوصي بقوله اعلم أن الناصح لك المشفقة عليك اعرف أن الشخص اللي بينصح لي بينصحك يعني ده شخص مشفق عليك بيحبك خايف عليك من طالع لك ما وراء العواقب برؤيته ونظره يعني الشخص اللي بينصحك المفروض يبقى إيه يبقى الشخص اللي هو بيطالع لك ما وراء العواقب يا جماعة اللي هو يعني إيه بيشوف التبعات بيشوف التبعات بتاعة أي حدث برؤيته طبعا أو بنظره يعني ومثل لك الأحوال المخوفة عليك يعني ايه مثل لك الأحوال المخوفة عليك يعني بالآخر كده بيشوف مصلحتك فين بيشوف ايه الحاجة الحلوة ليك الحاجة الوحشة وخلط لك الوعرة بالسهل من كلامه ومشورته يعني الكلامه مش كله شديد ولا كله سهل ليكون خوفك كفا لرجائك يعني شبقى خوفك يعني مساوي لرجائك كف معناها مساوي يعني انت ما تبقاش خايف او من كلامه ولا يعني بترجو كلامه اوي لا انت متوسط بلها يقول وشكرك إذا النعمتي عليك يعني بالآخر يشكرك لما أجلك نعمة وأنا الغش لك الحاطب عليك مين الذي يغشك يا جماعة أو الشخص الذي يكرهك الذي هو من مدّ لك في الإغترار يعني يسيبك كده تسرح في الغلط ووطّق لك مهادة الظلم تابعا لمرضاتك يعني يشبك بتاع ربنا مثلا تعمل حرام فما يخدش موقف ولا يقوم يعني ينصحك منقادا لهواك يعني يسيبك ماشي طبع الهوا بتاعك أو طبع الشهوات بتاعتك وهذا في كيمة كف لما شخص يبقى كف إليك معناها مساوي إليك فالإجابة بساطة مساويا استنتج المخصوص بقوله طالع لك من وراء العواقب معناها أنه يشوف نتائج أفعالك بيشوف أن التبعات بتاعت أفعالك النتيجة بتاعتها تنبأ لك بأمل مشرق ما لكش نوع بيتفائلك ولا حاجة ولا يتكلم عن الماضي ويتكلم عن المستقبل ولا ينشغل بالتفكير فيما يصيبك لا هو يتكلم عن حاجة تحصل قدام اللي هو بصرك بنتيجة أفعالك نتيجة أفعالك في المستقبل من الوسائل اللي تعلمد عليها العرابي لإقناع أخيه بوصيته إيه يا جماعة التزام التقريد وعدم الغموض وقلة الصور البيانية طبعا إيه ما قلة الصور البيانية ملاش لقى أصلا بالتوكيد فنشطب عليه اعتماد على المنطق والعقل ما تكلمش هنا خالص بمنطق أو عقل لم يكن هناك لوجيك يعني كان يتكلم عادي نصيحة ينصحه التزام الأسلوب الإنشائي لا هذا كان كله أسلوب خبري أو معظمه فالإجابة الصحة غلبت الأسلوب الخبري وكان فيه طبعا أدوات التوكيد من سمات وصية تحققات في النص السابق كسرت الصور وقلة المحسنات البداعية أصلا من سمات الوصية ان فيها قلة الصور أيه كمان التكرار والتراضف تأكيد المعنى ما كانش فيه تكرار والتراضف اعتماع ضرب المثل ما كانش فيه أمثال قصة الجمل مع الإزدواج والسجأ الجمل قصيرة وكان فيه إزدواج وسجأ يقول حاتم الطائي أوقد فإن الليلة ليله قر أو قر والريح يموقد ريح صر أيه معنى الكلام ده أيام زمانا جماعة حاتم الطائي ده كان أكرم العرب وابنه راح للرسول صلى الله عليه وسلم ده قصة مشهورة فحاتم الطائي ده كان قبل الرسول بس كان أكرم العرب فكان بالليل بيولع الموقت بتاعه يعني أو القدر البتياز يعني زي الوقتي ويولع النار ويقول يعني إيه عايزين أي عبد أو أي حد ماشي أي حد مسافر أي عبر سبيل يجي يأكل معي ممكنش يحب يأكل لوحده هو رجل كريم فخصلة يتحدثنا ببيت وتعتبر من خصل العرب في الجاهلية طبعا نختار إيه الجود والسخاء أو ما تلاقي حاتم الطائف الغالي بتختار الجود والسخاء من خطبة لمعاوية ابن أبي سوفان رضي الله عنه يقول أما بعد فإني والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم أنا ما تولتش ده يا جماعة بسبب محبة مثلا أنا عرفتها منكم ما بقيتش الولي عليكم بسبب كده ولا مسرة بولاياتي ولكني جالتكم بسيفي هذا مجالدة يعني أنا حربتكم كثير بسيفي ده فإن لم تجدوني خيركم فإني خير لكم ولاية لو أنا ما كنتش خيركم يعني أحسن واحد فيكم فأنا أحسن واحد يحكمكم فدق فهمك الخطبة السابقة سبب ازدياد الحاجة للخطبة في عصر بني أمية قلنا يا جماعة الخطبة زادت في عصر بني أمية بسبب الصراعات والحروب فالإجابة الصحة بازدياد الفتن والصراعات والحروب قال الهواري لنا مشد على الدنيا تعالى بناه الله يوم ما بنا الجبال استخدف من البيتين تشبيها رأيس لنا مشد على الدنيا تعالى المجدة ابانة stays upon mud رسمناه براياتنا لسمناه جزي الهلال ولا انشره على الدنيا سلام عايزين تشبيه هكذا قاعد ننشره سلام على الدنيا يعني بنسلم على الدنيا طبعا اذا تردنا هر نفيش تشبيه بالديل ننشرها على الدنيا برضو هنا مفيش أصلا تشبيه موجب عادي بدلغ ميضيح خدمة أطلق هل يحب أداة تشبيه مvamb inh Fah ins-s national بنيه الله بالذ 알아ifty ! اللي جاء بص Throughout his terms ثالاء الهلال يعني رسمناه هلالا شبهنا ايه جماعة شبهنا المجد الهاء دي عالي على المجد طبعا شبهنا المجد بالهلال ورسمناه كأنه هلال مشبه ومشبه بيه من غير ايه ده التشبيه ده اسم التشبيه البريغ 26 وجدنا ازى الدنيا لذيذا كأنما جنا النحلي اصناف الشقاء الذي نجنى نجني صورة صحيحة ونوعوها في الشطر الاول قال ليه يا جماعة لقرأ السؤال بالله عليكم بشانتوا مش بتقرؤ في الاخر بيجيبوا درجات زبالة بيقول الشطر الاول الشطر الشطر الاول شطر يعني صدر البيت الحتة دي حتة دي قبل تارت نقط دور وجدنا ازى الدنيا لذيذا بس كده بيقول وجدنا ازى الدنيا لذيذ فصورنا ازى الدنيا كأنه اكل لذيذ زي ما انت شايف فين الاكل حزفناه لكن زينا نصفها من صفاته اللي هو لذيذ يعني فالاسم الاستعارة المكنية فنختار الاستعارة مكنية بس كده قال من الروم ما انسى لا ما انسى لا انسى خبازا مررت به يدحو الرقاقة واشكا اللمح بالبصري اسم المفعول مفال يدحو طبعا دحى يدحو هو كيمة دحى يدحو فلما نجيب المضالع يدحو فهي اخيرها واو والالف دي اصلها واو وانا بكذا لما ينتهي بالواو بنحط شدة فنحط ميم جاء نحط شدة فهو دحى يدحو هنقول مدحو زي قضى يقضي مقضي فالإجاب الصحة طبعا دحى يدحو هتبقى يا جماعة تبقى مدحو هي صعبة شوية ولستم مستبقن اخن لا تلمه على شع سن اي الرجال المهزب وبيتصعب اوه محدش فاهمه لحد الوقت بصلاحة يعني بقى لا 4 سنين بحيله محدش فاهمه مهم يعني رقمت اخن ايه طبعا كيمة نوعوه ولستم مستبقن مستبقي ده اسم فاعل واسم فاعل عامل تمام اسم فاعل عامل ومنونه زي ما انت شايف يعني هيرفع فاعل او هننصب مفاول به فانت هتستبقي هتستبقي يا جماعة هتستبقي اخ لا تلمه فاخ ده هو الوقع عليه فاعل الفاعل الفاعل استبقى الا قبليه فطبعا ينصب مفاول به منصوب عامل تنصبه طبعا اه 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 انتظرت الالف ده غلط عنوه نصب اه اه نصب وايه المصري موفور الكرامتي مصون عردو علىedor الصحيح لكلمة عردو ده بصينا يا جماعة المصري ده مبتدأ موفور الكرامة طبعا موفور عربها خبر مرفوع موفور الكرامتي موفور بتاع الكرامة فالكرامة مضافة ده مجرور طيب مصون عردو طبعا مصون يا جماعة لو بصينا ده عبار عن اسم مفعول واسم اسم مفعول عامل اسم مفعول عامل اسم مفعول عامل نائب فاعل مرفوع طبعا كلمة عرضه هتبقى نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم فالإجابة بساطة بقى نائب فاعل مرفوع قال تعالى وَأَمَّا الَّذِينَ سُّعِدُوا فَفِلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَدَامَةِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طبعا لو بصينا عايز الفعل مادامة هنا فعل ناقص ولا فعل تام هو قل ما دامة السماوات والأرض بس هنا الجملة خلصت اللي بعدها ده اسطلوب استثناء من الزعوة به فهينها دامة يا جماعة دامة ده فعل ماضي والسماوات هنا هيبقى عربها ايه مش عربها اسم دامة هيبقى عربها فاعل إذا ليه يا مستر محمد عشان قلنا مئة مرة لازم دامة عشان تبقى ناقصها أو كان أخواتها عشان تبقى ناقصها لازم يكون فيه خبر لها هنا ما فيش خبر هنا دامة ده فعل ماضي والسماوات فطالما هنا يا جماعة كلمة مادامة مش معاها أصلا خبر أو مش فيش خبر ايه التامن معناها الجملة مفهومة عادي فتعلم نختار ايه يا جماعة منختار فعل تام مش فعل ناقص فالجابة الصح فعل تام والسماوات هتبقى فعل الرجل يعاني من قصر النظر عند صوغة اسم فعل فعل يعاني هنجيب المضارع لو هو يعاني حط مين هتبقى ايه تبقى معاني فالجابة الصح معاني مال مبتلة طبعا هنا جماعة مفتوح مقابل الآخر يبقى اسم مفهول مال مبتلة الذي قد اشتد به البلاء بيحوج الدعاء من المعافى الذي لا يقمى البلاء الاتنين مفتوح مقابل الآخر يعني الاتنين اسم مفهول وليس اعتاب المرء للمرء نافعا إذا لم يكن المرء عقل يعاتبه عايزنا ليس ويكون ناقص ولا تام طبعا ليس هنا معها اسمها ومعها خبرها ويكون هنا معها اسمها وخبرها يعني في الاتنين يا جماعة الاتنين ناقصين ناقص يعني عايز اسمه وخبر هاخر السؤال أصبح الطلاب واثقين في قدرة مرسولها المستقبل هط عسى ما كان أصبعها طبعا أقول لي يا جماعة أقول عسى الطلاب وبرده مرفوعة يسيقون طب ليه قلت مساء محمد يسيقون عشان زيما تفانى جماعة عسى ناسب خبرها يكون جملة فعلية فعلها مدارعة لو كادة وأخوتها ومناش أن يسيقون طبعا عشان أن بتنسوا بفعل المدار وكي قم خلصت حلقة النهاردة وبإذن نالف حلقة جاني كامل بإيه التسليبات سبحانك نعم بعملك نشهد أليه لأنت استغفر بها توب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته